كواليس نحن بقى كواليس نحن بعد المباراة مارسي الكولر بعد المباراة قبل اللاعبين في غرفة خلع الملابس وعنفهم جامد عنفهم جامد جدا ليه؟ عشان اللي قالوا في المؤتمر الصحفي هو قالوهم انا اددتكو تعليمات بين الشوتين اددتكو تعليمات طبعا قبل المباراة ما تنفذتش اكتاع عليكم بين الشوتين ما تنفذتش وقالوهم انه الكلام ده مش يبقى مسموح انه يتكرر تاني قالوهم بشكل واضح جدا انه اللاعبين المقصرين في التعليمات مش هيبقوا موجودين في التشكيلة الاساسية وقالوهم انه هو ما بيبصش عن نتيجة وقالوهم ان الاداء النهاردة ما كانش مردي بالنسباله وقالوهم ان احنا كان معنا بعض التوفيق ان ضربتين الجزاء ضوعة من الاتحاد ولو كانوا جم ضربتين الجزاء كان ممكن الموقف يتصعب جدا في هذه المواجهة فمش عايز الفوز يبقى خدع ده ما بدايا قالوهم بعد المباراة بكرة في كلام تاني وبصراحة انا بحترم جدا مارسل كولور بحترمه جدا ليه بقى فيهم مدربين بعد المباراة اللي زي دي بيطلع يقول ايه احنا عملنا مباراة جيدة واحنا عملنا مباراة كبيرة والنتيج بيسوق نفسه يعني وان اللعبة دي عملت اعظم مباراة في الدنيا ويخدع اللي بيفرج يخدع اللي بيتفرج لكن هو ما بيعملش كده لو الأداء مش كويس بيطلع يقولي الأداء مش كويس لو الأداء كويس حتى لو الفريق اتعادل أو اتغلب بيطلع يقولي الأداء انا كان كويس والتوفيق غاب عننا راجل واضح وصريح لا بيخدع نفسه لا بيخدع الجماهير وما بيخدعش لعيبته بحترمه جدا ودايما نقول بتصور ان الراجل ده هيحقق نجاحات كبيرة مع النادي الأهلي بتصور بتصور ليه عشان الله أعلم بالغيب بس اتصور من المشاهد اللي شايفها ان الراجل ده وارد جدا وينجح نجاح كبير مع النادي الأهلي في المستقبل أو القريب ده بالنسبة لمباراة النادي الأهلي والنهارده اللي اكسيب عدد السفرة على الاتحاد السكندري موسيقى